أهلا بكم في مشاركة جديدة من قناة تعلم معنا ومعكم نوريس علي وفي مشاركة اليوم سأتحدث عن كيفية إخفاء شريط الأدوات العلوي هذا الجريط لكل المشتركين عادة الأدمن فلنقم بذلك نحتاج لكود معين نقوم بإضافتي لملف functions.php رابط هذا الكود سأتركه في صندوق الوصف فقط قموا بالنسخ واللصق وهذا الكود وهو عبارة هنا عن تعليق بسيط أن ماذا يفعل هذا الكود هو يقوم بإخفاء الأدمن بار لكل أعضاء WordPress عداء الأدمن فهذا هو وهذا هو الكود الذي يقوم بالعمل حيث يقول هذا الكود التالي إذا كان المشترك أو كان عضو WordPress ليس أدمن ولا يملك صلاحيات الأدمن هنا لا يملك صلاحيات الأدمن وليس أدمن فقم بإخفاء شريط الأدوات عنه فإذا كان أدمن يتم تحقيق هذا الكود فسأقوم بالنسخ بهذا الشكل وكما هو كما تلاحظون وسأذهب إلى الإضافة الخاصة بإضافة functions مخصصة لملف functions.php وسأمسح الكود الذي قم بإضافته بالفيديو السابق وأقوم بإضافة هذا الكود ثم سأقوم بالنقل على save changes تم الحفظ الآن إذا ذهبت هنا لهذا الموقع الذي أنا مشترك فيه كمشترك اعتيادي سأقوم بالتحديث أيضا لن يظهر لي شريط الأدوات أما إذا ذهبت إلى الموقع هنا الذي أنا الآن مشترك فيه كأدمن أو أنا مديرة هذا الموقع إذا قمت بالتحديث سيظهر لي شريط الأدوات فإذاً بهذه الطريقة قمت بإخفاء شريط الأدوات عن كل المشتركين كل أعضاء WordPress عاد الأدمن أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد وتابعوني في مشاركة الغد ترجمة نانسي قنقر